ثلاث سنوات على استعادة القوات الحكومية مدينة الموصل بعد عمليات عسكرية طاحنة لم تبقي حجر على آخر خلفت ألاف القتلى وعشرت ألاف النازحين وعدد لا يحصى من الجرحة لتطرح الأسئلة هل نجحت القوات في استعادة الموصل؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحف العراقي زياد السنجري مرحبا بك معنا أستاذ زياد أهلاً عزيزي وأخي الكريم وتحياتي لك ولكل مشاهدكم ولكرات أهلاً بكم بعد مرور ثلاث سنوات هل نستطيع أن نقول أن العملية العسكرية حققت أهدافها المعلنة في فرض الأمن والاستقرار؟ هي حققت أهدافها ولكنها الأهداف الغير معلنة وهي تدمير مدينة الموصل وتدمير بناها التحتية وقتل الإنسان وتهجير الإنسان والحقيقة هناك أرقام مخيفة تأتينا من مدينة الموصل وأرقام مرعبة تتحدث بالإحصائيات والأرقام عن ما يجري هناك في مدينة الموصل لتبدأ المرحلة الثالثة بعد انتهاء المرحلة الأولى مع مرحلة المالكي ثم مرحلة تاعش الأبهابي ثم مرحلة ما يسمى تحرير الموصل والآن نحن في المرحلة التي تنهي الحياة في مدينة الموصل أو تحاول أن تنهي الحياة في مدينة الموصل نعم هذا يدفعنا للحديث أكثر فيما قالته صحيفة الانتبندنت البريطانية من أن العمليات العسكرية في الموصل خلفت أكثر من أربعين ألف قتيل نحن نتكلم عن عدد ضخم جدا وطبعا هناك خسائر أخرى في العمران أيضا كانت بشكل كبير نعم إذا يسمح وقت القوم الحقيقة أريد أن أذكر بعض الأرقام وأريد أن أقول بأن أربعين ألف قتيل لهم شهداء مدينة الموصل وهناك المبقودين أيضا ولا زالت الجثث ترزح تحت ركام وأطلال المدينة القديمة بعد أن قصفتها الطائرات الأمريكية والصواريخ الإيرانية التي تزن أطلال وشاهدنا بأم العين استخدام الأسلحة المحرمة في بيوت قديمة متهالكة الحقيقة العمليات العسكرية أودت إلى تدمير كل جسور المدينة التي تم إنشائها قبل احتلال الإيران ولم تستطيع الحكومات المتعاقبة إنشاء جسر واحد تدمير 900 استشفيات من أصل عشرة والوحيدة التي نجت من الحرب هي كانت قيد الإنشاء تدمير 900 مدرسة وهذا عدد كبير جدا وهو استيداف للتعليم تدمير عدد كبير من الجوامع والكنائس تدمير 67 أو 68 مستوصب صحي نتحدث الحقيقة عن أرقام كبيرة مليون نازح الآن لدينا لحد هذه اللحظة حوالي 300 ألف نازح موزعين في داخل العراق هناك خارج العراق هناك الحقيقة نقص وإهمار كبير في القدمات لا يوجد إهمار ثلاث سنوات ويتحدثون عن النصر أي نصر هذا الذي يتحدثون عنه والمدينة ترزح تحت الإهمال وعدم العران وترزح تحت الحقيقة سوء الخدمات والفساد السياسي المستشري والميليشيات والمقادمة الاقتصادية التي تتحكم بمقدرات هذه المدينة يبدو أن هذا التدمير الكبير والذي استهدف معظم كما تفضلتم المستشفيات والمدارس والجامعات كان ضمن مخطط كما يقول المراقبون لما جرى هناك قبل سنوات هل تعتقد ذلك؟ لا أعتقد ولكن متأكد من ذلك الموصل هي بيضة القبار في العراق وهي حلقة مهمة ورئيسية في التوازن العراقي وعندما تضرب الموصل يغبى برأس العراق وفكر العراق وقادة العراق وأبطال العراق وعلماء العراق لذلك كتب على العراق ومناسبة كل المدن العراقية تعاني من ذلك الأمر ولكن مدينة الموصل كانت الضربات قاسية والتدمير هنا تحقيق قاسي واستهدافة الإنسان العراقي قاسي كون المدينة الموصل لها وزنها وتعريقها وثقلها ليس فقط العراق وإنما حتى في الشرق الأوسط كون هذه المدينة في سكانها ومساحتها تعادل بعض الدول العربية والإقليمية الحقيقة هذه المدينة لها مكان خاص عبر التاريخ ولذلك كان الحقد الإيراني حقد الدفين ولعل نتائج هذا الحقد هو بناء مدرسة الخميني في سهنينو وبناء مدارس دينية تنشر فكر صفوي في الآخر مدينة الموصل للأسف الشديد الاستلاع على الأوقاف والمساجد والجوامة والعراضي والأثار واستكمال ما بدأته داعش من تدمير الإنسان في داخل مدينة الموصل هل تتوقع أستاذ زياد أن تستمر معاناة النازحين في أماكن النزوح وأن لا يستطيعوا العودة إلى منازلهم على الرغم من المنح التي دفعت الحكومة لهذا الغرض؟ الحقيقة اليوم كنتم في اتصال مع أهلنا في مدينة الموصل حتى المنظمات العالمية التي حاولت تغيير الباقع الحقيقة استسلمت مؤخرا لأن مكاتب الاقتصادية واستسلمت لعمليات الفساد التي تجري الآن في مدينة الموصل لا أتوقع عودة النازحين رغم أني أتمنى أن لا يبقى نازح ومهجر ومن ظنه والمتكلم إلا وقد عاد إلى بيته وأهله ومدينته ليعيش بسلام ولكن الأمر الحقيقة ليس بالتمنيات وإن مواقع الحال يقول بأن إيران لا تريد عودة أبناء مدينة الموصل مثل ما لا تريد عودة أبناء جرب الصخة وغيرها من مناطق والقرى والنواحي التي دمرتها الماكن الإيراني والميليشيات والقصائل والعصابات والموافيات التابعة لها أشكرك جزيلا أستاذ زياد السنجري الإعلامي والصحفي العراقي كنت معنا عبر سكايب من فيينا